لو تحدثنا أكثر عن أهدافها هذه الفكرة كيف نشأت ومن هم الأعضاء المتواجدين فيها تحياتي سيدتي وأنا سعيد أني أكون معكم في هذا المساء طيب مساءات القاهرة ومساءات العرب الجميلة إن شاء الله دائما المجموعة تتشكل من 35 شخصية عربية من أغلب الأقطار العربية يعني أكاديميين مفكرين وزراء رؤساء وزرات رؤساء دول من كل أطياف الوطن العربي واجتمعنا على نقطة واحدة وهي مساهمة غير رسمية لدعم جهود المصالحات العربية نحن نعتقد سيدتي لأن العرب مهددون بمشروعهم بمصيرهم العرب مطموع بهم من كل الجهات من كل القوى الإقليمية الأساس أن نعيد لملمة الصف العربي أن نعيد التآخي أن نعيد الاتفاق على قواسم نتفق عليها جميعا لفظيا نريد لهذه القواسم أن تكون حقائق على أرض الواقع يعني استبشرنا كثيرا في اجتماع العلا وفي لقاء مجموعة الدول مجلس تعاون الخليجي والأشقاء في مصر ونرجو وكما ذكرنا في بياننا أن تكون مقدمة إلى قمة عربية تأخذ على عاتقها شعارها الوحيد ترجمت شعار المصالحات العربية إلى حقائق على الأرض لا يجوز أشقاء أن الفلسطينيين بكل ما تتعرض له قضيتنا المركزية أن يكون هذا الانقسام الفلسطيني لا يجوز أن تبقى ليبيا وأنا من هذا المكان أشيد الآن بنفتاح مصر على سبيل المثال على طرفي المعادلة الوطنية في ليبيا هذا يساعد أن نبعد الأطراف الإقليمية التي لها أطمع في بلادنا يعني خلينا نكون واقعيون أتحدث بصراحة كل القوى الإقليمية التي حول العرب أو في منتصفهم هي تقيم مشاريعها على أساس الاختلاف العربي وعلى أساس حالة الوحن العرب وبالتالي إلى أي مدى ستكون